السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا سنقول عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم زملتكم اميرة محمد فرقة ربعة في الفيديو ده ان شاء الله هنعمل لمراجعة سريعة كده على محضرات الارث روبوت هنحاول على قد ما نقدر هنركز على النقطة المهمة يلا نسمي بسم الله ونبدأ محضرتنا النهاردة او نبدأ مراجعتنا النهاردة اه طيب احنا تكلمنا في الارث روبوتز عن ايه تكلمنا عن شوية معلومات كده جنرال عن الارث روبوتز وبعد كده اخدنا كم ارث روبوتز كده اه وتكلمنا عن كل واحدة فيهم شوية طيب اول حاجة المعلومات الجنرال اللي محتاجين نعرفها عن الارث روبوتز ايه هي ان اول حاجة المرفولو دي شكلها العام عامل ازاي واننا هنبص على الصورة ونطلع كل المعلومات اللي احنا عايزينها أول حاجة لقوا إن البودي بتاعها إيه؟ تمام سيجمينتد متقسم لتلات أجزاء هيدو سوركس وأبدومين طيب لقوا إيه كمان؟ لقوا إن طالع من جسمها كده زوايد زي ما إحنا شايفينها في الصورة كده الزوايد دي ممكن تبقى لجز أرجل ممكن تبقى أنتنة كرونس تشعر زي اللي هي في راسها من قدام دي وممكن تبقى وينجز أجناحها طيب ولقوا إيه تاني؟ لقوا إن البودي بتاعها بيبقى ليه إجزو سكيلتون زي هيكل خارجي كده من بره بيحافظ على شكلها طيب تاني المورفولوجي نجمعها تاني كده قلنا إن البودي بتاعها بيبقى سجمينتد هيدو سوركس وأبدومين طالع من جسمها زوايد كده زي الأنتنة وزي الليجز وزي الوينجز طيب لقوا إن البودي بتاعها بيبقى حوالي هيكل خارجي كده من بره بيحافظ على شكله طيب ده المورفولوجي محتاجين نعرف إيه تاني؟ محتاجين نعرف الكلاسيفكيشن القرث روبوتز دي عيلة كبيرة اتقسمت لتلات عائلات تانين ايه هما قلنا ايه هم الانسكتا اه ومعظم القرث روبوتز بتنتمي للعيلة دي والاراكينية دا اللي هي العنكابوتيات والكراستيشيا اللي هي الكشريات طيب قلنا هنفرق ما بينهم ازاي المورفولوجي بتاعهم وعملنا جملتين كده قلنا هنطبقهم على الانسكتا وعلى الكراستيشيا ايه هما الجملتين دول هنقول 3 في 2 ب6 بدأنا لأول مرة بتلاتة نبدأ تاني مرة باتنين اتنين فاربعة بتمانية طيب ايه دول قلنا عدد في عدد الانتنة بيساوي عدد قلنا السطر الاولي اني دا بتاع الانسكتا لأو ان البادي بتاعها بيبقى لتلات اجزاء هدو سوركس وقدمين عندها اتنين انتنة عندها اتنين كرون استشعار موجودين في راسها من قدام 3 في 2 ب6 عندها 6 لجز او 3 بير طيب السطر التاني بتاع ايه بتاع الكراستيشيا لأوا ان البادي بتاعها بيبقى عبارة عن 2 سيجمنت اللاهيد والسوركس اتحدوا مع بعض وكونوا لي السيجمنت واحد اسمه كفل وسوركس والسيجمنت التاني اسمه أبدومين ولأوا ان هي عندها اربعة انتنة او اتنين بير وعدد اللجز بتاعتها تمانية لجز اتنين فاربعة بتمانية او اربعة بير قلنا السطر الاولين بتاع الانسكتا والسطر التاني بتاع الكراستيشيا طيب الاراكيناي دا قلنا اولها ايه اولها ايه ايه يعني نو ما عندهاش سيجمنت البادي بتاعها بيبقى فيوزد على بعض وحتة واحدة وما عندهاش انتنة طيب قلنا الاراكيناي دا دي اللي هي العنكبوتيات زي العنكبوت وزي ما احنا عارفين ان العنكبوت عنده أرجل كتير كده عددهم تمانية لجز او اربعة بير طيب كده عرفنا الكلاسيفيكيشن طيب محتاج لنا عرفق تاني عن الارثروبوتز اللايف سايكل بتاعتها قلنا اللايف سايكل بتاعتها بتبقى حاجة من اتنين اما انكمبليت ميتامورفوزس وكمبليت ميتامورفوزس قلنا ميتامورفوزس عموما يعني تحول او تحور انكمبليت ميتامورفوزس من اسمه تحول غير كامل او تحور غير كامل الابناء او الاجيال الجديدة اللي بتطلع بتبقى شبه الاباء او مختلفين عنهم اختلاف بس طيب أما الكمبيليت ميتامورفوسس من اسمه كومبيليت يعني تحور كامل يعني الأبناء أو الأجيال الجديدة اللي بتطلع بتبقى مختلفة اختلاف كامل أو مختلفة تماماً عن الآباء بتوعهم طيب الانكمبيليت ميتامورفوسس قلنا بما إنه انكمبيليت فدايرت دورة الحياة بتاعته بتبقى صغيرة عبارة عن ثلاثة ستيجز بس اج وننف واضل أما الكمبيليت ميتامورفوسس برضو من اسمه كومبيليت فدائرة داورة الحياة بتاعته بتبقى كبيرة فيها أربع مراحل إج هاتش تطلع علينا لارفا اللارفا تكبر تبقى بيوبة والبيوبة تكبر تبقى أضل طيب الانكومبليت ميتامورفوزز زي مين قلنا التك والباك واللايس قلنا تحسوهم ثلاثة أسماء صغيرة وعلى وزن واحد كده فهما الثلاثة بقى انكومبليت ميتامورفوزز التك والباك واللايس طيب الانكومبليت ميتامورفوزز قلنا زي مين زي الموسكيتو، الموسكيتو اللي هي النموسة فبالتالي ايضاً دي حاجة مهمة فبالتالي دائرة دورة الحياة بتاعتها هتبقى كبيرة فهتبقى من النوع الكمبليت ميتا مورفوزيس وتنين بحار في الاف الفلايز والفليز نخلي بالنا من الامثلة دي ونعرفها كويس عشان ايه؟ النقطة دي هنعديها ما نيجي نتكلم عن كل واحدة فيهم يبقى تاني قلنا اللايف سايكل حاجة من اتنين إما إن كومبليت ميتامورفوزس وكمبليت ميتامورفوزس إن كومبليت ميتامورفوزس ثلاثة ستيجز بس إج تهاتش تطلع علينا ننف ننف يجبري بأدلت زي مين زي التك والباج واللايس أما الكمبليت أربعة ستيجز إج والارفا وبيوبا وأدلت زي مين زي الموسكيتو واتنين بحرف الإف اللي هم الفلايز والفليز تمام تمام طيب إحنا سألنا نفسنا وقلنا إحنا ليه هنا بندرس أرس روبوتز قلنا إحنا بندرس أرس روبوتز عشان أكيد لها ميديكال إمبورتنس عندنا طيب إيه هي الميديكال إمبورتنس بتاعة الأرس روبوتز والسؤال ده مهم جدا أول حاجة إن هي ممكن تقاك تقاذق تبقى وسيلة لنقل الأمراض من شخص لشخص أو من كائن لكائن تاني حاجة إن هي تبقى سبب أساسي للمرض طيب فيكتور زي إيه؟ قلنا هنجمعهم بارا ومايكرو البارا عبارة عن تريماتود ونيماتود وسستودو بروتوزوة ومايكرو باكتريا وفيروسات مثال بقى على كل واحدة تريماتود زي اللانج فلوك بتنقلها الكراستيشيا نيماتود زي الفلاريا سستود زي الهايمينولوبس بتنقلها الفليز بروتوزوة زي الليشمانيا بتنقلها الموسكيتو وتحديدا السندفلاي مايكرو باكتريا وفيروسات زي الدينج فيفر بتنقلها الموسكيتو طيب تاني ميديكال إمبورتنس للأرس روبوت إن هي تبقى سبب أساسي للمرض زي ايه زي اللي بتعمل والديموديكس اللي بتعمل يبقى تاني بتاعة حاجة من اتنين اما ان هي وسيلة للامراض من شخص لشخص او من كائن لكائن او سبب أساسي للمرض وقلنا نعرف مثال على كل واحدة عشان لو جاب السؤال ده كريتن تمام تمام طيب احنا قلنا ان حاجة او واحدة من الميديكال امبورتنس بتاعة الورث روبود ان هي بتاكت از افكتور بتنقل امراض من شخص لشخص او من كائن لكائن طيب بتنقل الامراض دي ازاي لا ان هي بتنقل الامراض دي بطريقتين طريقة ميكانيكل وطريقة بيولوجيكل وقلنا من اسم كل واحدة نعرف اللي بيحصل اول حاجة لطريقة الميكانيكل قلنا من اسمها طريقة ميكانيكل يعني الورث روبود باكت از افكتور بين الأمراض من شخص لشخص أو من كائن لكائن مجرد نقل بس مجرد وسيلة مواصلات بس لا بيغير في شكل الأورجانزم اللي هو شايله ولا بيغير في عدده مجرد وسيلة مواصلات بين الأورجانزم ده من شخص لشخص أو من كائن لكائن لا بيغير في شكله لا بيغير في عدده زي مين؟ زي الانتميبهيستوريتيكا سيست طيب تاني طريقة اللي هي البيولوجيكال من اسمها ده بقى نقل حيوي القرص روبوت بتنقل الأرجنزم من شخص لشخص أو من كائن لكائن بتغير في شكله ممكن تغير في عدده يبقى داخل جواها واحد يخرج عشرين داخل أمستيجوت مثلا يخرج برو مستيجوت أو العكس طيب البيولوجيكال دي قلنا في منها أربع أنواع برو باجيتف سايكلو برو باجيتف و سايكلو ديفلوبمنتل و ترونسو اوفيريال قلنا من اسم كل واحدة برضو هنطلع اللي بيحصل أول حاجة البروباجيتف تفعنا قلنا برو باجيتف يعني ريبرودكشن أو طقاصر الأرجنزم بيدخل جواه الأرث روبوت واحد بيخرج عشرين مجرد زيادة في العدد بس برو باجيتف يعني ريبرودكشن زيادة في العدد بس أو طقاصر بس زي مين؟ زي اليلو فيفر فيروس بيدخل جواه المسكيط واحد بيخرج عشرين زيادة في العدد بس طيب تاني نوع اسمه إيه؟ سايكلو برو باجيتف عباره عن جزءين؟ سايكلو يعني cycling changes وبروباجيتف يعني زيادة في العدد يعني الأرجانزم بيدخل جوا الأرث ربودي واحد بيخرج عشرين بيبقى داخل آموستيجوت مثلا بيخرج بروموستيجوت بيحصل الحاكتين زي مين؟ زي اللي شمانيا اللي بتنقلها طيب تالت نوع اللي هو هبارة عن جزئين برضو يعني سايكل اكتشينجس الأرجانزم بيبقى داخل آموستيجوت بيخرج برو مستيجوت جبنا سيرة بروباجيتف لا يبقى ما فيش يبقى فيه بس مفيش زيادة في العدد مجرد تغير في الشكل بس. زي مين? زي الفلاريا اللي بتنقل هالموسكيتو. طيب رابع نوع بقى اسمه ايه? طيب اللي بيحصل فيه ده من اسمه كده آآ نقل عبر الاجيال. ان الفكتور او الارثروبوت آآ بيبقى جواء الارجنزم اللي هو بينقله ده ممكن ان هو ينقله ليه الابناء بتوعه او بتوعه. يبقى ايه اللي بيحصل في الترانس اوفيريال تاني? ان الفكتور او الارجنزم. بينتقل من الانفكتد بيرنت اورثروبوت بتقدر ان هي تنقله للوفر سبرينجز بتوعها اللي هم الاجيال القادمة. زي مين? آآ زي اللي بتنقلها التكس. يبقى تاني قلنا ان ازاي الاورثروبوت زي بتنقل الامراض من شخص لشخص او من كان اللي كان بطريقتين. مجرد ده وسيلة مواصلات بس لا بتغير في الشكل ولا بتغير في العدد. زي مين? زي الانتبيب هستوليتيكا سيست. تاني نوع اللي هو البيولوجيكال اللي حيوي. الفكتور او الارثروبوت بيغير في العدد بتاع الارجنزم اللي شاكله ممكن يغير في شكله. وده في منه اربع انواع. مجرد زيادة في العدد بس. زي اليرو فيفر بتنقلها المسكيتو. تغير في الشكل وتغير في العدد زي اللي شمانيا بتنقلها الساند فلاي. مجرد تغير في الشكل بس. مفيش تغير في العدد. زي الفيلاريا اللي بتنقلها المسكيتو. وترانس اوفيريا لان الارثروبوت بتقدر ان هي تنقل الارجانزمة او البرازات اللي جواها للاوفيس برينج بتوعها زي الكتسي اللي بتنقلها الريكتس. اه طيب محتاجي ان نعرف اي تانية عن الارث روبوتز. ازاي نعمل عليها كنترول. ان ان هي ممكن تنقل امراض او تسبق او تبقى ايه اصلا سبب اساسي للمراد فلازم ان نعمل عليها كنترول بتلات طرق. فيزيكال وكيميكال وبايولوجيكال. فيزيكال ان احنا نقفل الشبابيك نستخدم الحاجات دي. كيميكال ان احنا نستخدم المبيدات الحشرية. اه بايولوجيكال من اسمها برضو. ان احنا بنستخدم كائنات حية عشان تخلصنا من الارث روبوتز دي. زي مين? اه زي الجامبيزيا فش. دي بتخلصنا من اللارفوة بتاعة الموسكيتو. والبارب الفش والجامبيزيا فش. دي بتتغزى على المعلومتين دي دول مهمين. اه ممكن نسأل في الامسكيو مثلا الجامبيزيا فش بتتغزى علي وبتخلصنا من ايه وهكذا يعني. يبقى تاني قلنا ازاي نعمل كنترول على الارث روبوتز ب تلات طرق. فيزيكال كيميكال بيولوجيكال. قلنا اهمهم البيولوجيكال ان احنا بنستخدم كائنات حية عشان تخلصنا من الارث روبوتز دي. زي الجامبيزيا فش بتخلصنا من اللارفوة بتاعة الموسكيتو. اه بتتغزى على اللارفوة بتاعة الموسكيتو. والبارب الفش والجامبيزيا فش بتتغزى على السايكلوب. تمام? تمام. كده خلصنا المعلومات الجنرال بتاعة الورث روبوتز. آآ طيب هنتكلم دلوقتي على ايه? هنتكلم عناء المسكيتو النموسة. آآ هنتكلم برضو عن المورفولوجي بتاعها وان اهم حاجة فيها ان بيبقى عندها موز. اهو اسمه شبه النيدل. الموز بتاعها بيبقى شبه النيدل كده شبه الاسم الشبه الابرة اسمه ايه? اسمه بروبوزز. واللي عن طريقه بتاخد البلاطميل بتاعتها. وعندها وينجز. وبردو زيها زي الورث روبوتز الجسم بتاعها متقسم لتلات اجزاء هيدوسوركس وابدومين وهكزا بقى. بس اهم حاجة مميزة في المورفولوجي بتاعها ان الموز بتاعها بيبقى شبه النيدل اسمه ايه? اسمه بروبوزز. طيب تاني حاجة اللايف سايكل بتاعتها. اتفقنا في الاول قلنا اللايف سايكل بتاعت المسكيتو كانت من اني نوع. تمام? النوع الكمبليت. يعني اللايف سايكل بتاعتها فيه اربع مراحل. اج تهاتش تطلع علينا لارفا. لارفا تكبر تبقى بيوبة. اه ايه وان هي بتحب تعيش في الستيعننت والكلها المياه الراكدة? قلنا ان هي ايك بيضه هتحب تعيش في حاجة ستة عشان ما تتكسرش وتحافز عليها الها ايه؟ طيب ايه الارفا والبيوبة قلنا ان هما اكواتيك يعني بتحب تعيش في المياه. قلنا فيها ايه وبيوبا فيها ايه? هما الاتنين بتحبي تعيش في المياه. طيب وايه بتحديدا الفيرتلايز دي في ميل. دي بقى بتبقى محتاجة محتاجة تتغزة كده عشان الاجز اللي جواها يحصل لها ديفلوب منت. والله ايف سايكل بتاعتها اهم حاجة نعرف. آآ ان هي من النوع الكومبليت ميتامورفوزوس. وايه هي المراحل الموجودة? وكل مرحلة بتحب بتعيش فين? طيب محتاجة ان نعرف ايه عن الموسكيتو? اهم الموسكيتو اللي موجودة في مصر. وقلنا برضو المعلومة دي مهمة جدا. طيب ايه هي الموسكيتو او كيولكس ببنيان. دي بتنقل ايه? بتنقل الفلاريا وبتنقل الدينج فيفر والريفت فيالي فيفر. وثالث موسكيتو اسمها ايه? الايدس ايجبتيا. دي بتنقل الدينج فيفر والريفت فيالي فيفر. يبقى تاني ايه هو اهم الموسكيتو اللي موجود في مصر? قلنا المعلومة دي مهمة جدا. ممكن تيجي في الامتحان كسؤال ريتن. اول حاجة قلنا الانوفلس بتنقل المالاريا الكيولكس ببنيان وقلنا الكيولكس ببنيان دي اشهر موسكيتو موجودة في مصر بتنقل الفلاريا والدينج فيفر والريفت فالي فيفر تالت حاجة القايدس ايجبتية دي بتنقل الدينج فيفر والريفت فالي فيفر تمام تمام دول المعلومات اللي احنا محتاجين نعرفه معنا الموسكيتو صغيرين بس كلهم مهمة فاخلي بلكم منهم طيب هنتكلم عن ايه تاني هنتكلم علاء المايزس قلنا معناه بالعربي يعني ايه يعني تدويد يعني جسم اصابه الدود طيب ده معناه بالعربي معناه عندنا في البارة ايه بقى وتعريفه في البارة ايه قلنا التعريف كله اهم كلمتين فيه ان هي يعني الارجنزم بيبقى بره اه ومين اللي بتعمله الفلاي لارفا اللارفا بتاعة الفلاي او الزبابي بقى اهم معلومتين في المايزس في التعريف بتاعها ان هي يعني البرزاية بيبقى بره الجسم مش مين اللي بتعملها الفلاي لارفا اللارفا بتاعة الفلاي او اللارفة بتاعة الزباب طيب المايزز دي قسموه على حسب حاكتين اول حاجة تقسيمة على حسب العضوة او المكان اللي بيجي في المايزز قسموه لي لو كان الجلد العين اللي هو البرين باول تقسيمة على حسب العضوة والمكان اللي بيجي في المايزز لو كان في الجلد لو كان في العين لو كان في البرين تاني تقسيمة اللي هي على حسب في تلات انواع من المايزس وفاقلتيتف مايزس واكسدنتل مايزس اول حاجة من اسمه يعني اجباري يعني لازما محتاجة عشان يحصل بتاعها اما الفاقلتيتف برضو من اسمه اختياري ممكن تعيش الوحدة كده او برزتك لأ لازما كائن حي تعيش عليه اخر نوع اللي هو وده عن طريق الخطأ وبما انه جاي عن طريق الخطأ فالفلاي لارفا دي مش بتقدر ان هي تكمل بتاعتها في منه كام نوع دلوقتي هنتكلم عنهم طيب الفاقلتيتف مايزس زي مين زي اليوسيليا قلنا فاقلتيتف فيها يو ال زي اليوسيليا فيها اليو برضو طيب الاكسدنتل مايزس زي ايه زي الهايبودرما طيب قلنا الابليجاتوري مايزس ده في منه كزا نوع لقلنا ابليجاتوري مايزس من اسمه ايك باري ان الفلاي لارفا دي لازما محتاجة ليفنج دوست عشان يحصل لها في منه اربع انواع او ان الانفستيشن دي تحصل لنا عن طريق او عن طريق او عن طريق اللي هي وراء الشجر او الاعشاب واخر حاجة عن طريق اول حاجة قلنا يعني عن طريق الحمل قلنا ايه اللي بيحصل فيه ان بيبقى عندنا في ميل بتاعت زبابة بتيجي توقف على ارث روبوتز بتتغزى على دم الانسان وليكن مثلا مسكيتو وتبدأ ان هي تحط الاجز بتاعتها على الابدومين بتاعتها تيجي الارث روبوتز او الناموسى دي تقرس انسان تقوم الاجز اللي عليها على بطنها او على ضهرها دي يحصل لها هاتش بتطلع منها اللارفا بتاعت الفلاي تدخل جوه الجسم او تبدأ بقى ان هي تسبب للجسم المويزس ده ده اللي بيحصل في زي ايه زي الدرماتوبيا هومي نص قلنا اه بيحصل عن طريق الارث تناموسى والكلام ده كله والجلد فادرما اللي هو جلد عن طريق الارث تناموسى والجلد والكلام ده كله يعني ايه عشان نفتكرها طيب بقى تاني نوع من بيحصل لنا ازاي الانفستيشن دي عن طريق عن طريق عن طريق أو عن طريق إن الإجز تبقى موجودة على ليفز ورق شجر أو جراز زي الكاتيربرا أو عن طريق إجزيستنج ووند زي الورفرشيا وقلنا إجزيستنج ووند فيها دابليو زي الورفرشيا اللي فيها دابليو برضو تمام تمام إبقى ده كده الميزز عرفنا تعريفه وقلنا أهم حاجة فيه إن هي إنفستيشن مش إنفكشن بتعملها الفلايلارفا وعرفنا أنواعه فيه تقسمتين تقسيمة كرينيكل وتقسيم الباراسيطولوجيكل أهمهم الباراسيطولوجيكل أسمناه الأبليجاتوري ميزز وفاقلتيتف ميزز وأكسدينتل ميزز والأبليجاتوري ميزز قلنا في منه أربع أنواع وعرفنا المثال على كل واحدة نعرف برضو أمثلة كل حاجة إيه عشان مهمة تمام لغاية دلوقتي؟ تمام طيب هنتكلم دلوقتي على إيه؟ هنتكلم على الفليز اللي هو البرغيت قلناها محتاجين نعرف أول حاجة المورفولوجي شكلها عامل إزاي؟ قلنا هنبص على الصورة ونعرف اللي إحنا عايزين نعرفه أول حاجة لأ قلنا البادي بتاعها بيبقى بايلاترالي كومبريز مبطت كده من الجنبين زي ما إحنا شايفينه في الصورة عندها هير كده دايريكتد باكوردلي شعر كده راجع لورا عندها عشان هي حركتها أكتر معتمدة على القفز فبالتالي عندها أرجل قوي عشان تساعدها على القفز ده طيب قلنا أهم حاجة بتاعتها ليه إحنا بندرسها؟ قلنا ان هي ممكن تأكتقائزها فيكتور تنقل أمراض زي ايه الأمراض اللي بتنقلها الفليز؟ قلنا البلايج اللي هو الطعون بتنقله فيلي اسمها ايه؟ الراتفلي البرغود بتاع الفار أو اسمه؟ اسمه ايه بقى لبرغود ده؟ اسمه زينو بثليا سيبسز قلنا نعرف الاسم ده؟ ده اسم ايه؟ ده اسم الراتفلي اللي هو البرغود بتاع الفار وده بينقل أنهي مرض؟ بنقل المراد البليج طيب ايه تاني بتنقله الفلي بتنقل الانديميك او الموريان طايفي مين اللي بتعمله الريكيتسيا طايفي ممكن تلي الامراض تانية زي السلمونيلا بس نركز ان الترانسميشن ده بيبقى ايه بيبقى ميكانيكال يعني وسيلة مواصلات بس بدي او الميديكال بتاعتها ان هي ممكن تقاكت از افكتور تنقل امراض وقلنا اهم حاجة البليج اللي هو الطعون بتنقله الريتفلي اللي هي البرغوط بتاعة الفار اللي يواسمه ايه زينوبسيلياسيفسيز طايب ممكن تقاكت كا ايه تاني انترميديا توست آه في بعض اللايب سايكل بتاعت بعض الارجانزمات زي ايه زي الدكتاب وورم اللي هية الدايكانينيام او الارتاب وورم اللي هي الهايمين Brothers دمنيوتا والهايمين اللبسسننة الفليز بتأت كاينبرغوط في اللايب سايكل بتاعتهم او ممكن تبقى ممكن تبقى طيب ايه هو الديزيز اللي بتعمله الفلي بتعمل ليجن او اسمه ايه اسمه تانجوزس او بتعمله انهي نوع من انواع الفلي اسمها طيب زي ما احنا شايفين في الصورة كده الليجن ده عبارة عن ايه ان بتيجي الفلي دي بتعد تبدأ ان هي تاكل في الجلد كده وتعمل وتعمل بتبقى بنفل وزي ما احنا شايفينه في الصورة كده اه نعرف بس اهم حاجة اسم الديزيز اللي بتعمله الفلي دي وانهي فلي من الفليز بتعمله يبقى تاني الميديكال امبورتنس بتاعت الفليز قلنا دي اهم معلومة تقريبا فيها ان هي بتاكت كا فيكتور لبعض الامراض زي البليج والانديميك طايفي وي ار امراض تانية زي السلمونيلا وان الترانسميشن بيبقى ميكانيكال تاني حاجة هي بتاكت كا انتورميديات هوست في لايف سايكل بتاعت بعض الارجانزمات زي الدكتا بورم اللي هي تانجوزز او شجور ديزيز او شجور ديزيز طيب انهي في لي بتعمله في لي اسمها التانجا بنتريتا من اسمها اه تانجا بتعمل تانجوزز بنتريتا عن طريق ان هي بتختارك لسكن اه تمام تمام اه طيب هنتكلم دلوقتي على ايه هنتكلم على البقز اللي هو البق قلنا في منه نوعين بد بط او من اسمها بتيجي بالليل او بد يعني سرير وبالليل كده النوع ده طيب مش بيطير اسمه التاني ايه اسمه كي ماكس النوع التاني اسمه ده بقي نوع شرير بيعمل مشاكل اكبر عنده اجناحة بيطير واسم التاني ايه تيراتومة طيب الحاجة المميزة في كل واحدة اول حاجة البت بج انه её من اسمها بد يعني سرير وليل وكده فنشاطها بيبقى نكتورنا نشاطها بيبقى ليلي طيب الcal support قلنا ده النوع الشرير واللي بيطير لكذا اسم تاني اسمه ايه اسمه كيسنج باق وي اسيسيان باق وي اه كون نوز باق والبايت بتاعتها بتبقى بينلس نخلي بنا من المعلومة دي ان البايت بتاعت الوينج باق او التيراتومة بتبقى بينلس مش بتوجع وقلنا كيسنج باق عشان هي بتحب تيجي تقرص الانسان كده من وشه وحوالين بققه طيب ايه بتاعت كل واحدة البيت باق او الكي ماكس بتاعتها قلنا ان النوع ده طيب بيطلع بالليل نشاطه ليلي مجرد بيعمل ايه بيجي للانسان بالليل يعمل له يضايقه كده ويعمل له ايه انسوبنيام يخليه مش عارف ينام او ممكن ان هو بي اكت كامينيكا كاريير او ميكانيكا فيكتور بينل امراض من شخص لشخص او ميكانيكا اللي كان بس نخلي بنا ان هو ميكانيكا الكاريير يعني وسيلة مواصلات بس او ميكانيكا الكاريير وسيلة مواصلات بس او لأ وان البيت باق ممكن ان هو ينقل الهيباطايتس بي فيروس وان بيت باق فيها بيو بي بينقل الهيباطايتس بي فيروس طيب الميديكا الامبورتنس باب بتاعت الوينجت باق او التيراتومة قلنا ده النوع الشرير وده بيعمل مشاكل اكبر برضو ممكن يعمل مكان البيت بتاعته مكان ما بيجيورس الانسان او بين امراض ده زي ايه او بين الارجانزمات زي ايه زي اللي بيعمل مرض اسمه يبقى التيراتومة بينقل التيراتومة كروزي اللي بتعمل نخلي بنا دي مهمة اه تمام تمام دي كده برضو المعلومات اللي احنا محتاجين نعرفها عن البق اه وده شكلها قلنا شكلها كان عامل ازاي قلنا ان لونها كان كده قبل ما تاكل بيبقى لونهاكونات Bernie Brown وبعد ما تاكل بيبقى لونها ريتس او ريتش B Brown بوني محمر كده والأج بتاعتها قلنا ان هي شكلها بيرش بشبه الكومترا ولونها ابيض ده كل اللي محتاجين نعرافه في المورفولوجي بتاعها اه طيب هنتكلم دلوقتي عن ايه تاني على او اسمها التاني قلنا برضو شكلها عامل ازاي قلنا ان هي موسكيتو صغيرة خالص شبهر الشعراية كده بما انها حاجة ضعيفة خالص كده فها مش بتقدر تطير او بتطير لمسافات قصيرة فالتعتمد اكتر في حركتها اكتر على الكافز. طيب هنعرف برضو ايه عنها بتاعتها دي اهم حاجة تقريبا فيها. طيب بتاعت الامراض زي مين زي الليشمانية والمعلمات دي دي ما عارفين ان الليشمانية بتنقلها الساند فلاي او ممكن تنقل بكتيريا زي البرتونيلا. دي بتعمل مرض اسمه caryon's thinks. او ممكن تنقل فيروسات زي الساند فلاي فيفر نظرا لان الساند فلاي هي اللي بتنقلو او ببياتساي فيفر لان النوع ده من الساند فلاي هو اللي بينقلو او فيزيكولار استوماتاتيس. يبقى تين ايه هي الحاجات اللي بتنقلها الساند فلاي الليشمانية. بكتيريا زي اللي بتعمل مرض اسمه فيروسات زي سبب اساسي للمرض تعمل مرض اسمه الهرارة مش مرض قوي بس مكان ما بتيجي البيض دي طورس انسان زي ما احنا شايفينه في الصورة كده عبارة عن مكان ما بتيجي القرس روبوت دي دي طورس انساني بتاعتها حاجتين تعمل مرض اللي هو الهرارة وانا ده حاجة بسيطة تمام تمام معلومات الساند فلاي بردو مهمة فاخلي بلكم منها طيب هنتكلم دلوقتي تانية عن ايه عن الفلايز اللي هو الزباب طيب وحنا هنا تقريبا اهم حاجة في كل الارث روبوتز اللي هناخدها بتاعتها 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 فاخلي بلكم منها دي تقريبا اللي هتبقى مواضع الاسئلة كلها طيب ايه الميديكا الامبورتنس بتاعت الفلايز او الزباب لقوا ان هي برضو بتعمل ترانسميشن لامراض بس نخلي بالنا برضو ان الترانسميشن بتاعها بيبقى ميكانيكا برضو مجرد وسيلة مواصلات بس طيب ايه الحاجات اللي بتنقلها الفلايز او الزباب بتنقل الانترينك انفكشن بتاعتها او ارجانزمات بتعمل انفكشن في الجي آيتي زي الكوليرا وزي الانتبيبة هستوليتيكا او نون انتريك انفكشن انفكشن بتيجي بره الجي اي تي زي التيتنس وزي بتنقل التريبانسومة طيب انهي فلاي اللي بتنقلها الدوك فلاي بتنقل السليبينج سيكنس مراد النوم بتنقله التيسي تيسي فلاي او بتعمل ميزس وده تكلمنا عنه قلنا مين اللي بتعمله تمام اللارفا بتاعة الفلاي يبقى تين هي الميديكال امبورتنس بتاعة الفلايز او الزباب قلنا بتنقل امراض بطريقة ايه بالطريقة الميكانيكال طب ايه الامراض اللي بتنقلها زي الكوليرا والانتبيبة هستوليتي كانون انتريك انفكشن زي التيتنس والاي ريليت الديزيز ممكن تنقل التريبانسومة بتنقلها الدوك فلاي والسليبينج سيكنس بتنقله مين التيسي تيسي فلاي والميازس بتعمله اللارفا بتاعة الفلاي او اللارفا بتاع الزباب ده طيب جاب بقى شوية امثلة كده على الفلاي قلنا نعرفهم اسماء بس ايه هم الماسكا ديموستيكا او الهاوس فلاي قلنا دي الدبانة اللي موجودة حوالينا او استوماكسس ودي او الجلوسينة اسمها التاني تيسي تيسي فلاي او ساركوفيجا والورفارشيا قلنا دول بيحبوا تغزوا على جسس الموتة او كاليفوليرا واليوسيليا او اسمهم تاني بلو فلايز قلنا ده زباب ملون كده واحدة خضرة واحدة زرقة قلنا نعرفهم بس مجرد اسماء اه تمام لغاية دلوقتي تمام اه طيب هنتكلم دلوقتي علي هنتكلم على اللايز اللي هو الامل اه طيب محتاجين برضو نعرف ايه المورفولوجي شكله عامل ازاي او شكل القضلة بتاعه عامل ازاي اه زي ما احنا شايفينه في الصورة كده قلنا ان الدورزم والفنترون بتاعه برضو بيبقى فلايات اه عنده تلاتة بيرز من الليج تلاتة هم تلاتة هم اه عندها هوك لايك لاو كده عندها زي مخالب كده دي اللي بتساعدها ان هي تمسك في المكان اللي هتبقى موجودة فيه اه طيب اللايز ده في منه تلاتة انواع قلنا متقسمين على حسب ايه على حسب المكان اللي كل واحدة بتحب تعيش فيه اول نوع اسمه بديكولاس هيوميناس كوربوريز قلنا كوربوريز يعني باضي يعني النوع ده من اللايز بيحب يعيش فيه الباضي هير اسمها التاني الباضي لاوز تاني نوع اسمه بديكولاس هيوميناس كابيتس انها كبيتس كاب يعني راس اه النوع ده بيحب يعيش فيه الهير بتاع الراس زي اسمها التاني ايه الهايد لاوز تالت نوع اسمه سيريس بيوبس من اسمه ده بيحب يعيش فيه البيوبك هير اه طيب هانعرف كل واحدة برضو تاني بتحب تعيش فين قلنا الم Goodnight من اسمها 你 support this يعني باضي او اسمها التاني باضي لاوز بتحب تعيش فيه الباضي بتاعت نلبسها على جسمنا وبنتاعة الجسم زي هير بتاع الشست ثاني هو نوع واسم وبيديكولصيوم ناسكى بيتوس من ثاني الايلاشز والاي براؤو نظيف حين لايالاشز والايبراؤو ل oko ممكن ان اصبح نظيفها نوع من الويس نوع من اليس سيريز بيوبس طيب برضو هنعرف بتاعت كل واحدة اول نوع اللي هو ابديكولاسيومنسكيربورز ده النوع اللي يعتبر شرير فيهم شوية بيعمل ايه بيعمل ايتشنج عارفين لايس يعني ايتشنج بيعمل مرض اسمه فاجا بونس ديزيز فاجا بونس ديزيز يعني ايه يعني بني ادم مأمل او ممكن تاكتكا فيكتور لامراض زي ايه زي الابديميك طايفي اللي بيعملو الريكيتسيا بروازاكي او الابديميك ريلابسينج فيفر او لوس بورن ريلابسينج فيفر نظرا لان الباضي لوس هي اللي بتنقله بيعمل ده من اللي بيعمل المرض ده ارجانيزم اسمه برولا طيب بتنقل ايه تاني بتنقل الترينش فيفر او الفايف دي فيفر من اللي بتعملها الريكيتسيا. قولنا فايف دي فيفر خمسة يعني سانج فيها فيها كيو بتعملها الريكيتسيا برضو اللي فيها كيو نعرف الحاجات اللي بتنقلها الباضي لو سقلنا بتنقل ايه? بتبدتم الايبييميك طايفي اللي بيعملو الريكيتسيا بروازاكي. بتنقل الايبيديميك ريلابسينج فيفر او اللي بتعملو البرولا الترينش فيفر او الفايف دي فيفر بتنقلها مين او مين اللي بتعملها الريكيتسيا كوانتانا كل دول من اللي بينقلهم البادي لاوس او البيديكولوس هيومناس كوربوروس طيب هي الميديكال امبرتنس التاهد البيديكولوس هيومناس كابيتس نوعا الأمل اللي بيحب يعيش في شعر الراس قلنا بيعمل اي نوع من الأمن هيعمل ايتشنج ومش بين اي امراض النوع التاني اللي هو اسمه سيريس بيوبس ده برضو بيعمل اه لما بيجي في الاي لاشس بيعمل الانتهاب في الملتحمة بتاعة العين والكيراطايتس بيعمل في الكورنية الكورنية بتاعة العين وبرضو مش بين الامراض يبقى الوحيد فيهم اللي بين الامراض هو او نخلي بانها من المعلومة دي اما النوعين التاني لهم هو الهيدلاوس او البيديكولاس هيموناسكابيتس دول مش بين الامراض مجرد ان هم بيعملوا ايه مجرد ان هم بيعملوا عشان كده قلنا النوع الاولين ده هو شرير شوية عن الباقي طيب الصورة اللي فوق دي دي بتاعة شبه باقي اللايس عموما بس بتبقى اصغر شوية بس والليس منتشر اكتر في الشتاء وقت بقى ما الناس بتبقى لابسها هدوم كتير والنظافة بتقل شوية والكلام ده كله تمام تمام دي برضو كل المعلومات اللي احنا محتاجين نعرفها عن اللايس آآ طيب هنتكلم على ايه تاني دلوقتي هنتكلم على اللي هو الجرب طيب يعني ايه اسكيبز ده انفستيشن برضو زي المايزس انفستيشن يعني البرازات بيبقى بره الجسد مين اللي بتعمله آآ حاجة اسمها الساركوبتس اسكابيوي بقى من اللي بيعمل اسكيبز من اسمها ساركوبتس اسكابيوي ودي انفستيشن ويه المرض ده جرب منتشر في كل حتة طيب الموده في انفستيشن ازاي بينتقل الجرب من شخص لشخص شخص مصاب بقى كنتكت مع شخص سليم اتنقل له المرض طيب ده بيحصل ازاي الساركوبتس اسكابيوي دي زي ما احنا شايفين في الصورة كده بتيجي ان هي تحفر زي انفاء كده في الجلد وتبدأ ان هي تحط الاجز بتاعتها وتعيش بقى كده وطبعا طول ما هي عمالة نخور كده عمالة تعمل وتعمل بابيولز وفيزيكل وكل الكلام ده كله يبقى تاني الساركوبتس اسكابيوي بتعمل ايه بتبدأ ان هي تحفر انفاء في الجلد كده وتحط الاجز بتاعتها وطول ما هي عمالة تحفر وتنخور كده. آآ الانسان ده يبدأ ان هو يحس بيتشنج بقى كلان كده واكتر بيبقى نكتورنل بيبقى بالليل. آآ تبدأ بقى ان هي تعمل زي فسافيس حمرة كده صغيرة موجودة على الجلد. آآ زي حوى الصلاة كده معبية مياه برضو على الجلد. طيب في نوع بقى متطور اكتر من الاسكيبز اسمه آآ نورويجيان اسكيبز. ده برضو نخلي بنى منه. ده بقى ايه? بيحصل حاجات اكتر. زي ايه? زي بتبدأ بقى يبقى فيه كشور كده آآ على الجلد وحاجات بيضة على الجلد. ده بيحصل في الاميون كومبرمايز دي الناس اللي هم مناعتهم وقعة. اسمه ايه النوع ده? اسمه نخلي بنى منه. اللي بيحصل في نفس اللي بيحصل في الاسكيبز العادي العادي بس زيادة انه بيبقى فيه هايبر كيراتوزس بتبقى فيه زي الكشور كده والجلد بيبدأ ان هو يدخن. بيحصل في الناس اللي هم ايه? الاميون كومبرمايز ده الناس اللي هم مناعتهم قليلة. طيب هنشخص الاسكيبز ازاي? عن طريق لي آآ بابيول اللي هي بتعملها الاسكيبز دي بس تبقى جديدة آآ بمنرال اويل عشان وكده. نبدأ بقى ان احنا نشوف الاسكيبز جوه الابيول دي. يبقى زي حروفها قريبة من بعضها. نبدأ ان احنا نعمل زي ناخد حاجة كده من البابيول اللي هي الجديدة دي. ونبدأ ان احنا نفحصها هنشوف جواها الاسكيبز دي. طيب هنعالج ازاي? ده ليجين في الاسكين هيبقى كلها كريمات. كريم اسمه برميسرين كريم خمسة في المية برميسرين رينس واحد في المية وكريم تاني تاني اسمه لندن بس نخلي بالنا ان اللندن ده بيبقى نيورو توكسيك للاطفال. لندن ده بيبقى نيورو توكسيك ل الاطفال ويبقى تاني بتاع الاسكيبز كريمات كريم اسمه برميس rural crame 5 في المية بورميسرين رينس 1 في المية بس نخلي بالنا ان اللندن ده بيبقى نيورو توكسيك للاطفال تمام? تمام. طيب اخر حاجتان معينا الاول عمل 2006 البع wheels اول حاجة الدمودكوس ده بتعمله مية اسم امهه اسمها الديمو دكس من اسمها ديم و ديكوسiment بتعمله الدمو ديتكس مية ده بشكله ايه الديمو ديكس ميدي دي لأوا ان هي ورم الايك شبه الدوده كده هي مش دوده كانت شبه الدوده عند اربع ازواج من الارجل اربعهم واربعهم موجودين في نص جسمها من قدام او من قدام Ender الراس بتاعتها بتبقى قصيرة زي ما موجودة هنا كده والبادي بتاعتها بيبقى مخطط بس هي مش واضح هنا قوي يبقى تاني الديموديكوزوس من اللي بتعمله الديموديكسمايت طيب شكلها ايه؟ قلنا ان هي وورم لايك شبه الدودة كده عندها اربعة بيرز من الليك اربعهم واربعهم البادي بتاعتها بيبقى مخطط كده والاربعة بيرز من الليكس دول بيقوم موجودين في الجزء الانتيريور من جسمها ويأتي الراس بتاعتها بتبقى قصيرة تماما ايضا هي مي وهم منها نوعين الديموديكس فلكيلورام وديموديكس برييتس دي بتحب تعيش فيه وهير فوليكل وعندما تعيش في الهير فوليكل تبدأ انها تعمل بقى جرانيلوميتس في الجلد ويروجن في الاسكن طيب لما تيجي في الهير فوليكل ممكن ينتهي الموضوع ده كله نفقد او الرموش تبدأ ان هي تقع طيب تاني نوع اسمه ايه ديموديكس بريفس ده بيحب يعيش فين في الاسبيشوس جلاندس اللي هي الغضاد الدهنية بتاعت النوز والايلد والفورهيد لما تعيش فيهم تعمل ايه تعمل اكني اللي هو حاب الشباب يبقى تاني الديموديكس مايت في منها نوعين ديموديكس فلوكيلوم وديموديكس بريفس الديموديكس فلوكيلوم بتحبي تعيش في الهير فوليكل اما الديموديكس بريفس بتحب يتعيش في الاير فوليكل Indians في البيلوروم لما تعيش في الهير فوليكل تبدأ ان هتعمل heals طيب هنشخص انا احنا نعمل اللي عملته الديموديكس ميت هنبدأ نشوفها الميت موجودة جواه يبقى نشخص ازاي هنعمل اللي بتعمله الديموديكس هنلاقيها موجودة جواه طيب شخصنا نعالج كريم اسمه لندن كريم يبقى تاني التريتمنت بتاع الديموديكس اسمه ايه لندن كريم يبقى دي كده المعلومات اللي احنا برضو محتاجين نعرفها عن الديموديكوزوس طيب اخر حاجة بقى معنا هي التك باراليسز ده من اللي بتعمله برضو ميت اسمها التك ميت بتيجي تقرس الانسان فين في نابقه في زينكفر قبطه من ورا كده وتطلع التوكسنز هي اللي بتعمل كل المشاكل بتعمل ايه كل مشاكلها بتبقى في الجهاز العصبي او مشاكلها كلها بيبقى لها علاقه بالنيورو زي ايه زي فتيج الريتابلتي اه بارسيزي دستل بارسيزي زي تنميل كده ممكن اخر حاجة بقى تعمل شلال رباعي لو بقى خلاص عادت مع البني ادم ده كتير ممكن توصله للرسبيراتوري دسترس ويموت يبقى تاني التك باراليس تاني من اللي بيعملو ميت اسمها التك ميت بتيجي تقرس انسان في النبقه في رقبته من ورا كده تبدأ ان هي تطلع التوكسنز دي كلها بتبدأ ان هي تعمل مشاكل فلسين ناس فتيج الريتابلتي ديستل بارسيزيا وليج ويكنس ممكن في النهاية خالص تعمل كوادر بليجيا ورسبيراتوري فريا لو معالجنهاش بتنتهي في الاخر لي موت الشخص ده طيب ان شخصها ازاي مجرد ان احنا لقينا التيك لقينا المايد دي ولقينا بتاعت الريسبيراتوري امبيرمنت كده احنا شخصنا ان الشخص تعته تجبرالسيز يبقى الدياجنوز بتاع التك بارالسيز حكتين ان احنا نلاقي التك ونلاقي الماديستيشنز بتاعت تب نعالج ازاي احنا لقيناها نعالجها ازاي ريموفالوفزا تيك. لقينا التيك نشيلها بقى خلاص احنا شخصنا وعالجنا. آآ تمام تمام. آآ طيب التيك دي في منهان وعين هارد تيك وصوفت تيك. هنقرر ما بينهم برضو من حسقي بتاعتهم. اول حاجة بتعمل ايه? بتعمل درماتوزس. مكان ما بتيجي التيك دي تقرس انسان بيحصل اسمها درماتوزس. او قطو اكاريوزس. التيك دي ممكن تبقى موجودة في الير كنال في القناة بتاعت الاوزن كده. آآ بتعمل حاجة اسمها ايه? قطو اكاريوزس. يعني قطو اكاريوزس نتيجة ان التيك دي موجودة في الير كنال. قطو يعني اير يعني ايه? تيك موجودة في الير. و اكاريوزس يعني تيك. يعني تيك او هارد تيك موجودة في الير كنال. طيب ممكن تبقى زي ايه? بكتيريا او فيروسات بتعمل مرض اسمه لايم ديزيز او بروتوزوة بتعمل البابيزيا او الريكيتسيا اللي بتعمل الكيو فيفر او ان هي تعمل تيك برالسز اتكلمنا عليه. يبقى تاني هي بتاعت الهارد تيك وانا ان هي بتعمل ديرماتوزس. مكان ما بتيجي التيك دي تقرس انسان مكان البيت بتاعتها بيحصل انفلماتوري اكشن وسكن ليجن كده اسمه ديرماتوزس. آآ لو التيك دي موجودة في الير كان اللي بتعمل حاجة اسمه اكاريوزس امراض بقى فيروسات وبكتيريا بتعمل 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 البابيزيا او الريكيتسيا اللي بتعمل كيو فيفر وي بتعمل كمان ايه التيك برالسز اللي احنا قلنا عليه. طيب ايه يا الميديكا بتاعت ال صوفت تيك شبه الهارد تيك بس زيادة عليها ان هي ممكن تعمل انيميا تصفي دم الانسان ده كده لغاية ما توصله لمرحلة الانيميا او بتقن الامراض زي ايه زي الكيو فيفر والكوي او الكوين لان فيفر اللي بتعملو الريكيتسيا بيرنطاي او الانديميك ري لابسينج فيفر اللي بتعملو البرولا آآ داتو ناي يبقى تاني الميديكا بتاعت السوفت تيك قلنا بتعمل نفس الحاجات اللي بتعملها الهارد تيك اللي هي ديرماتوزس وتيك برالسز وقوتو اكاريوزس وكل الكلام ده كله بس زيادة عليها ان هي بتعمل انيميا بالتنية تقرص الانسان ده وتصفي في دمه لحد ما توصله لمرحلة الانيميا بتنقل الامراض زي الكيو فيفر او الكوين لان فيفر اللي بتنقلو او بتعملو او الريكيتسيا بيرنطاي او الانديميك ري لابسينج فيفر اللي بتعملو برزاية اسمه ايه برولا آآ داتو ناي آآ تمام كده احنا خلصنا كلامنا عن التك وارفنا كل المعلومات اللي احنا محتاجين نعرفها آآ طيب المخطط ده برضو مهم احنا قلنا ان الارث روبوتز عيلة كبيرة تقسمت لتلاتة عائلات هما الانسكتا والاراكينيدي اللي هي العنكبوتيات والكروستيشيا اللي هي الكشريات قلنا آآ معظم الارث روبوتز بتنتمي لعيلة الانسكتا فهي اكبر اكبر عيلة فيهم وما انها اكبر عيلة تقسمت برضو العائلات تانية التحتها اصغر منها ايه هما آآ الضاي بتيرا سفونو بتيرا وهمي بتيرا وانبلورا قلنا بتيرا يعني جناح وضاي يعني اتنين ضاي بتيرا يعني عندها اتنين جناح زي مين زي اللي هو الزباب والمسكيت وعندهم دول اونسكتا او ا Low or thro đầu was عندها جناحين بتنتمي العيلة الداي بتيرا طيب النوع التاني اسمه ايه همي بتيرا همي يعني نص وبترا يعني جناح. يعني نص العيلة ده عنده جناح ونص لأ. زي ايه? زي البجز. احنا قلنا ان البجز منها نعيد. بيتبج قلنا النوع ده ما عندهوش جناح اما الوينجتبج او التيراتوميا ده النوع اللي عنده جناح يبقى الهيميبيتيرو دي عيلة بيبقى نصها عنده جناح نصها لأ. طيب سفين grandsonomi � asymptomo يعني خافيات وبيتيرو يعني عيلة دي خافيات الجناح او ما عندهاش جناحات اصلا زي ايه? زي الفليز اللي هي البراغيت. طيب العائلة اللي بعد كده في الانسيكت اسمها الانوبلورا. يعني الامليات زي اللايس. طيب الاراكينيدا زي ايه? زي الاكرينيا. اراكينيدا اكرينيا. اسمهم برضو قريب من بعض. زي التكولمايتس. اه اكرينة دي يعني قراضيات. زي التكولمايت احنا قلنا ان التك دي اللي هي القراض. اه طيب الكروستيشيا لأ دي عائلة صغيرة زي ايه? زي السايكلوب. او العائلة الصغيرة اللي تحتية اسمها سايكلوب. قلنا برضو المخطط ده مهم. اه طيب كده احنا خلصنا كل الكلام. ما في بقى حاجات تانية اللي هو الكنترول قلنا متلخص كله. اه نظافة شخصية لو عندنا حيوانات برضو نهتم بنظافتها لان ممكن الفليز او ايا كان الارثروبوز بتعيش جواها. والتاني للامراض دي من شخص لشخصة من كان لكائن. قلنا بقى ان احنا نستخدم البيدات الحشرية ونهتم بنظافة البيوت وكل الكلام ده كل. الحاجات دي مش مهمة اوي بس يعني ايه اعرفوها برضو للاحتياط. هم تقريبا كلهم بيكون حاجة واحدة. اه طيب كده احنا الحمد لله خلصنا مراجعتنا النهاردة ان شاء الله اتفيدكم. اه ولو احتاجتوا برضو اي حاجة بعتلنا واحنا معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.